مجز لأهم الأنباء أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 جنديا جراء هجمات شنتها ميليشي الحوثي في جبهات عدة المركز الإعلامي للقوات المسلحة أوضح أن أربعة جنود قتلوا وأصيب أحد عشر آخرون في قص شنته الميليشي على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيرة المفخخة وأشار إلى أنه رصد خلال الساعات الاثنين والسبعين الماضية ارتكاب الحوثيين مائتين وثمانية وخمسين خرقا للهدنة الأممية في جبهات محافظات الحديدة تعز الضالع وحج والجوف ومارب من جانبها اتهمت ميليشي الحوثي القوات السعودية بقتل وإصابة 17 مدنيا في محافظة صعد المحاذية للمملكة ونقلت وسائل إعلام تابعة للميليشي أن 17 شخصا سقطوا بين قتل وجريح بنيران قوات حرس الحدود السعودي مشيرة إلى أن معظم الجرحة في حالة خطرة وجرى نقلهم إلى مستشفى رازح دون مزيد من التفاصيل وحتى اللحظة لم يصدر عن المملكة أي تعليق حول الاتهامات التي وجهتها الميليشي للرياض التي تقود مع أبوظبي تحالفا عسكريا ضد الحوثيين سياسيا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن في ظل اتفاق ممثل الحكومة والحوثيين على الالتزام بالهدنة الإنسانية ومن المقرر أن تتضمن جلسة المشاورات إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ حول تطورات الأوضاع من النواحي العسكرية والاقتصادية والإنسانية ومستجدات الهدنة القائمة ومدى التزام أطراف الصراع بتنفيذ بنودها ومن المتوقع أن تتضمن الإحاطة أسباب تعثر تنفيذ بعض بنود الهدنة خاصة فتح الطرق من وإلى تعز حيث لا تزال ميليشي الحوثي ترفض تنفيذه وفقا للمقترح الأممي كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحركات أجراها شملت عددا من القادة من بينهم العاهل السعودي مهدت لاتفاق الهدنة الأممية باليمن وقال بايدن في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست إنه تواصل مع عقادة في جميع أنحاء المنطقة بمن في ذلك العاهل السعودي لوضع الأسس للهدنة في اليمن وأشار إلى أنه بعد عام من دبلوماسية بلاده المستمرة أصبح تلك الهدنة الآن قائمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة تصل إلى المدن والبلدات التي كانت سابقا تحت الحصار والجمعة الماضية قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال زيارته المرتقبة هذا الأسبوع إلى السعودية وقف إطلاق الناري في اليمن قتل وأصيب أربعة أشخاص في اشتباكات بين أسرتين نتيجة خلافات بينهما في منطقة الحوطة بمدرية ميفعة بمحافظة شبوة مصدر محلي قال إن اشتباكا مسلحة لاندلع بين أسرتين عقب شجار حدث بين أطفالهما مشيرا إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين تم إسعافهم إلى مستشفى عزان العام وأوضح المصدر أن الاشتباك توقف عقب تدخل وساطة قبلية بين الطرفين نهاية الموجز يا مالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر